طريق الحياة أم الموت قسيس كلمات جميلة لأن كل واحد يحب فكرة الحياة لكن برضو كمان كلمات خطيرة من ناحية أخرى نقول طريق الموت وأنه على الإنسان يختار ممكن توضحنا لأنه في كتير ناس بتآمن أنه الله قدر أو كتب للإنسان فأنت ما عندك أي شيء يا كتب لك الحياة يا كتب لك الموت فشو ردك على هذا السؤال أو هذا التعليق جسيس نزار لو إحنا شوفنا وحضرتك بدأت البرنامج بالآية الرائعة اللي موجودة في سفر التسنية وغيرنا دائما كل ما يجي عند آية في الكتاب المقدس أقول الآية الرائعة لأن كل آيات الكتاب المقدس رائعة ففي سفر التسنية 3019 اللي حضرتك بدأت بها فربنا بيقول قد جعلت قدامك الحياة والموت وبيقولهم كمان أشهد عليكم السماء والأرض قد جعلت قدامك الحياة والموت البركة واللعنة ما سبناش على كده ده جلا عشان ما تختارش غلط أنا عايزك تختار الحياة فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك لو إرادة الله وزي ما بيقوله المكتوب على الجبين لازم تشوفه الأين طبعا نحن بنؤمن بأن الله هو العلي المهيمن على الكون وما فيش حاجة بتحصل من وراء ظهر الله لكن في نفس الوقت الله يرطه من البداية الحياة لأنه عندما خلق خلق الحياة كان فيه عدم عشان كده الكتاب بيقول في سفر التبقينة صح واحد كانت الأرض خاربة وخالية الإنسان كان طراب كان عدم ما كانش موجود ما كانش لي وجود فالله اختار الحياة واختار للإنسان أن يحيا وعايز الإنسان يحيا عشان كده بنشوف هذه الرسالة تتطفق تماما مع كمان العهد الجديد أن الله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون موسيقى